مرحبا أصدقائي 8 بازل بروبلم أو مشكلة لغزة الثمانية هي واحدة من الإلغاز الشائعة بل هي أشهر أنواع الـ N بازل بروبلم اللي ممكن تكون ثمانية، ممكن تكون خمسة عشر، أربعة عشرين وهكذا ممكن واحد يسئل هي شن المشكلة؟ شلون شكلها أصلا؟ هاي المشكلة هي عبارة عن مربع شبير بداخل عدد من المربعات الصغار اللي تسمى أحيانا بالأحجار نحسب عدد المربعات الصغار أو اللي نسميه للأحجار من خلال معادلة بسيطة نلقي منها عدد الصفوف وعدد العمدة هتنصح المعادلة على أن عدد الصفوف وعدد العمدة يساوي تحت الجذر N زائد واحد إذا طبقنا هذا القانون على مشكلة الـ 8 بازل بروبلم وهي المشكلة اللي رح نركز عليها اليوم رح يكون وحسب المعادلة عدد الصفوف أو اللي عمدة هو تحت الجذر ثمانية زائد واحد واللي يساوي تحت الجذر تسعة واللي يساوي ثلاثة يعني رح يكون عندنا ثلاث صفوف وثلاث عمدة يعني رح يكون عندنا مربع شبير مجموع 9 مربعات صغر ثمانية من هن رح يكون بهن أرقام و مربع واحد فارغ الأمر مشابه إذا نحلنا 15 بزاب رابلم رح يكون عدد الصفوف و عدد العمدة هي تحت الجدر 15 زائد واحد يعني تحت الجدر 16 يعني 4 رح يكون عندنا مربع كبير بداخل 4 صفوف و 4 عمدة بمجموع 16 مربع صغير أو 16 حجر و 15 حجر من هن رح يكون به أرقام و مربع واحد فارغ كذلك الـ 24 اللي رح تكون 5 صفوف و 5 عمدة بمجموع 25 مربع صغير و 25 حجر 24 حجر منهم برقام و مربع واحد فارغ ممكن واحد يسأل شنو هذا المربع الفارغ اللي تكرر بالـ 8 و بالـ 15 و بالـ 24 هذا المربع الفارغ اللي يتكرر بكل الحالات هو المربع الرئيسي هو المربع اللي ممكن يتحرك للأعلى أو للأسفل أو لليمين أو لليسار حتى يساعدنا على تحريك الأرقام وبالتالي الوصول من الحالة الأولية إلى الشكل النهائي اللي معطى بالسؤال الحالة الأولية هي الحالة العشوائية هي الحالة اللي يريدك بالسؤال ترتبها حتى توصلها إلى الشكل النهائي فممكن تكون الحالة الأولية عبارة عن واحد ثلاثة ثنية ثمانية و مربع فارغ أربعة سبعة ستة خمسة أو ممكن تكون بأي شكل آخر شكل عشوائي تماماً الحالة النهائية ممكن تكون بشكلية ممكن تكون بالشكل المثالي اللي هو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 والمربع الأخير يكون فارغ الحالة النهائية الثانية ممكن أيضا تكون حالة عشوائية يعني ممكن يكون 2, 8, 1, مربع فارغ, 4, 3, 7, 6, 5 ممكن بالسؤال يقول لك أنا ريدك توصل من الحالة الأولى إلى الحالة الأخيرة اللي ممكن تكون الحالة المثالية أو ممكن يقول لك ريدك توصل من الحالة الأولى إلى الحالة الأخيرة اللي ممكن تكون حالة عشوائية أيضا المهم بالسؤال أنه أنت تحاول توصل من الحالة الأولى أو من الشكل الأولي إلى الحالة النهائية تبقى تحرك بهذا المربع الفارغ إلى الأعلى أو الأسفل أو اليمين أو اليسار في محاولة ترتيب الأرقام حتى توصل إلى الشكل النهائي بالنسبة للمعادلة اللي رح نستخدمها حتى نقرر يا طريق نمشي به حتى نوصل من الحالة الأولى إلى الحالة الأخيرة فهي نفسها معادرة أيستار اللي تنص على F of N يساوي G of N زائد H of N قلنا أنه F of N هو المجموع أو Total G of N أو G اختصاراً هي عدد الخطوات اللي مشيناها بداية من الحالة الأولية اللي مطيناها بالسؤال وصولاً إلى الحالة الحالية اللي دا نشتغل عليها H of N أو H اختصاراً يمثل عدد الأرقام اللي تكون بمكان خاطئ أو بمكان يختلف عن المكان اللي المفروض تكون بيه بالحالة النهائية المعطات بالسؤال لسا بعد أن أخذنا مقدمة عن 8 puzzle problem عرفنا أنواعها، شكلها، طريقة حالها، المعادلة اللي تستخدم بحالها نندق المباشرة للأمثلة العملية حتى تكون الأمور أوح أول مثال عدنا ينصع له Given the initial state of an 8 puzzle problem and the final state to be reached يعني دا يقول لك هاني بالسؤال منطيك ال initial state اللي هي هاي اللي هي البداية اللي احنا رح نبدأ منه ومنطيك الشكل النهائي ال final state اللي هو الشكل اللي ريد ننهي عند السؤال يعني يريد الطريق الأكثر فعالية من حيث التكلفة للوصول من الحالة الأولية اللي هو منطيناها بالسؤال إلى الحالة النهائية باستخدام خوارزمية A star algorithm احنا تعودنا انه اول ما نشوف خوارزمية A star algorithm اول شي نسوي هو نكتب المعادلة اللي تقول F of N يساوي G of N زائد H of N ونكتب هنا حتى نتذكرها ونشتغل عليه فنبدأ الحال من ال initial state احنا قدنا بالحلقة السابقة ان المربع الفارغ يقدر تحرك بأربعة اتجاهات إلى اليمين إلى اليسار إلى الأعلى إلى الأسفل احنا ما عدنا إلى اليسار فبقاعدنا ثلاثة اتجاهات إلى الأعلى واليمين والأسفل لكن قبل ما ننتقل للحالات الأخرى شا نسوي نطلع قيمة F of N للحالة الأولى فنقول جقد قيمة J للحالة الأولى قيمة J للحالة الأولى هي الصفر ليش؟ لأن احنا بعدنا ما متحركين صفر قيمة H هي جقد عدد الأرقام اللي مو بمكانها الصحيح بالحالة النهائية فنجي نشوف عدنا الواحد بمكانها الصحيح الاثنيا بمكانها الصحيح الثلاثة بمكانها الصحيح الأربعة مو بمكانها الصحيح نحدد الأربعة الستة بمكانها الصحيح السبعة بمكانها الصحيح الخمسة مو بمكانها الصحيح لأن الخمسة هي هنا بس يبقى الهدف احنا نريدها بالنص فنحدد الخمسة وعدنا الاثمانية مو بمكانها الصحيح فنحدد الاثمانية كم رقم عدنا بالحالة الأولية مو بمكانها الصحيح بالحالة النهائية ثلاثة اللي هو الأربعة والخمسة والثمانية نكتب H يساوي ثلاث فشغل صارت ال-F احنا عدنا يساوي G زائد ال-H فال-F يساوي ثلاث ونكتب فوق انه هاي هي الخطوة الاولى وننتقل الى خطوة ثانية قلنا ان المربع الفارغ يقدر يتحرك بثلاثة اتجاهات الى الاعلى الى اليمين الى الاسفل نجي نرسمها بعد ان رسمناه ان المربع الفارغ اما رح ينتقل الى الاعلى او ينتقل الى اليمين او ينتقل الى الاسفل بقية الارقام رح نجي نكتبها اذا انتقل المربع الفارغ من الى الاعلى فانه الواحد رح ينتقل من الى الاعلى الى الاسفل فرح يصير شنو؟ هنا الواحد اذا انتقل المربع الفارغ من الى اليمين فانه الاربع رح تنتقل الى مكانه فانه هناك قدر حصير اربع إذا انتقل مربع الفارض إلى الأسفل فإنه السبعة رح تصعد بمكانه فاش قد رح يصير؟ رح يصير السبعة هنا بقية الأرقام ننزلهم لسه نحسب قيمة G والH لكل خطوة قيمة G بالساوي نحن بكل الحالات مش هنا خطوة واحدة فقط عن الحالة الأولية فرح تكون قيمة G تساوي واحد قيمة H تختلف نحن نحسبها بخطوة خطوة أول شيء بهاي الحالة بهاي الحالة كم رقم عندنا مكانها غلط عن الحالة النهائية اللي عندنا بالسؤال الاثنيا أول شيء مكانها صحيح الاثلاثة مكانها صحيح الواحد مكانها غلط نحن نحدد الواحد الاربعة مكانها غلط نحدد الاربعة الستة مكانها صحيح السبعة مكانها صحيح الخمسة مكانها غلط نحدد الخمسة والثمانية مكانها غلط نحدد الـ 8 فاشقصر قيمة الـ H قيمة الـ H هي 4 قيمة الـ F يساوي 5 بالحالة الثانية اللي هي هاي الواحد بمكانة صحيح الاثنيا بمكانة صحيح الاثلاثة بمكانة صحيح الاربعة صحيحة هذا فراغ الستة صحيح السبعة صحيح عدنا الـ 5 غلط والـ 8 غلط نجي نحدد الـ 5 والـ 8 ونكتب انه قيمة الـ H يساوي جد يساوي 2 فانه قيمة الـ F يساوي 3 بالحالة الثالث رح نقول انه قيمة الـ 1 صح الـ 2 صح الـ 3 صح السبعة غلط نحدد السبعة الاربعة غلط نحدد الاربعة الستة صح السبعة غلط والـ 8 غلط نحدد السبعة والـ 8 اش قد صار عدنا صارت عدنا الـ H يساوي 4 فالـ F جد يساوي يساوي خمسة أسا أين راح نروح؟ راح نروح إلى الخمسة اللي هي ناتج هذا الطريق لول ثلاثة لول خمسة هو قال لك بالسؤال الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة يعني الطريقة الأقل فرح نروح بهذا الاتجاه ونكتب هنا أنه الخطوة الثانية بهذا الاتجاه أسا هاي الخطوة هي راح نمش بهها بس من هاي الخطوة هذي مربع الفارض تشم التجاه يقدر يتحرك؟ يقدر يتحرك لفوق للأسفل لليمين ولليسر نجي نرسم هنا أربع حالات نجي نرسم قلنا أن الفراغ يقدر يتحرك إلى الاتجاهات الأربع كله نجي يقدر يتحرك إلى اليسار إلى الأعلى إلى اليمين أو إلى الأسفل نجي نسقط الأعداد على الجداول تشبه الحالة الأولية اللي عندنا اللي هي هاي فاش راح يكون؟ ماكو داعي الرد نحسبها لأن احنا طلعناها أصلا بالبداية وهي حالة عشوائية بالبداية احنا الحالات ننطلعها ما نرد نطلعها مرة ثانية ما نحسبها بكل خطوة فاش راح نقول؟ راح نقول إنه هاي الخطوة ماكو داعي الرد نعيدها لأن احنا حسبناها بالبداية شنسوي؟ نمسحها تبقى عدنا ثلاث حالات ذلنى لثلاث حالات نجي نحسب لها قيمة الف نسنبعوا على الحالة النهائية ونحد الواحد بمكانها الصحيح الثلاثة بمكانها الصحيح الأربعة بمكانها الصحيح الاثنين مو بمكانها الصحيح نجي نحدد الاثنين الستة بمكانها الصحيح السبعة بمكانها الصحيح الخمسة والثمانية مو بمكانها الصحيح نجي نحدد خمسة وثمانية وحتى نتخلص من هذا المربع نكتب قيمة تجي شقد راح تكون المربع الثاني يقول نيجي نكتب 5 و 8 ه release الجي رح يكون هو 2 والH الH رح تكون 3 فش قد رح تكون قيمة الF رح تكون قيمة الF 5 بالنسبة للحالة الثالثة رح نجي نحسب الواحد بمكانة صحية 2 صحية 3 صحية 4 صحية 5 صحية 6 صحية 7 صحية الثمانية هي الوحيدة الغلط فش رح نسوي رح نحدد الثمانية و رح نكتب الجي هي هش قد 2 الH هي 1 لأن بس الثمانية بمكان غلط ليري قد رح يكون الF رح يكون الF3 السواء رح نروح رح نروح الهذا الخمسة لو انا الخمسة لو لها ثلاثة رح نروح اله ثلاثة بالتلاثة الفراغ هقدر وين يتحرك يقدر تحرك بثلاثة اتجاهه تقدر تحرك ل الأعلى أو ل اليمين أو ل ال اليسر لكن لازم هم نلاحظ أن الفراغ إذا اتحرك ل الأعلى ش رح يصير إذا اتحرك ل الأعلى رح أصير هاي الحالة مشابهة المين مشابهة لهاي الحالة اللي احنا مشينا بيها قبل شوية فشنو ما رح نمشي الأعلى رح نمشي فقط إلى اليمين واليسار لأن احنا قلنا الحالات اللي حسبناها ما نعيدها مرتين بس اليمين واليسار هي حالات جديدة نجي نحسبها هسا عدنا المربع ممكن يتحرك إلى اليمين وممكن يتحرك إلى اليسار نجي نسقط الأرقام على الجدول بالنسبة لهذا الجدول الواحد مكان الصحيح والاثنين والاثلاث والاربع والخمس والست والسبعة والاثماني الأرقام كلها مكانها الصحيح نجيش نساوي نكتب الجي يساوي ثلاث والح يساوي صفر فالف جدي يساوي ثلاث بالنسبة للحالة الثانية رح تكون الواحد مكان الصحيح والاثنين والثلاث والاربع والخمس والست السبعة والثمانية بمكان غلط نجي نحدد هن ونقول أنه الجي يساوي ثلاث ليش؟ لأن حنصار ماشينا ثلاث خطوات عن الخطوة الأولى والح جدي يساوي ثلاث ليش؟ لأن السبعة والثمانية بمكانها مو صحيح فجقد رح يكون الاف خمسة لاحظ أن هذه الحالة هي الحالة النهائية يعني استحنا وصلنا إلى الحل الأخير قدرنا نحول هذا الشكل إلى هذا الشكل فهي يكون نحل السؤال إذا نجي نشوف نظرة أوسع للجدول رح نشوف أن نحن وين مشينا؟ رح نشوف أن نحن أول شي مشينا إلى اليمين بعدين مشينا إلى الأسفل بعدين مشينا إلى اليمين مرة أخرى ونحل السؤال ترجمة نانسي قنقر